موسيقى إنه 30 يونيو كان يوما من أيام لا وعلامة من علامات شعب يأبى إلا الحياة بكرم خرجت الملايين من كل مكان تهجف ولأن جيش الشعب لا يقبله أبدا نائدينة القطع قبل ما تتمثل انتصرت مصر وبدأت تاريخا جديدا من قلب الأحداث من بين سطور الأسطورة الخالصة نبحث ونفتش عن من كانوا هناك راهنوا على أن المستقبل لمن يبحثون عنه قرروا مصيرهم واختاروا طريقهم وشدوا الرحال إلى وطنين نوثق معا شهادات من صنعوا الحدث حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة معكم نستعيد أيام المجد نحكي ونتحاكى عما جرى لوجه الوطن 30 يونيو شهادات للتاريخ أهلا بكم شاهدنا اليوم على 30 يونيو أيام المجد والكرامة وزير الثقافة الأسبق الدكتور عبدالواحد النبوي الدكتور عبدالواحد النبوي حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر تولى حقيبة وزارة الثقافة في التعديل الوزاري بحكومة المهندس إبراهيم محلب في مارس من عام 2015 تولى رئاسة الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية في عام 2010 ثم أصبح مديرا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أشرف على إنشاء مبنى دار الوثائق في الفسطات وكان مدير تطوير مشروع رقمنت وميكنت الوثائق ثم أصبح أمينا للفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف خلال فترة توليه منصب مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية قام الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة الأسبق في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بإنهاء ندبه وثلاثة قيادات بدار الكتب والوثائق القومية في واقعة عرفت إعلاميا بمثبحة دار الكتب والوثائق القومية عندما قامت ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 عاد عبدالواحد النبوي إلى منصبه وقام باستكمال عمله في الإشراف على مبنى دار الوثائق في الفصات شغل عضوية العديد من الهيئات العلمية المحلية والدولية مثل عضو المجمع العلمي المصري وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو المجلس الدولي للأرشيف أهلا بحضرتك أهلا بك يا دكتور محمد وكل سنة وانت طيب وانت بالصحة والسلامة يعني عيد وطني وقومي كبير 30 يونيو ومجدم لأمجاد مصر صحيح أعيز أرجع بحضرتك لتوسيق هذه الشهادة عند اللحظة اللي تم انتدابك فيها من جامعة الأزهر لدار الكتب والوثائق القومية وناس كتير جدا يمكن ما تعرفش دار الكتب والوثائق القومية أهميتها إيه وقيمتها إيه ودخولك في هذه الفترة كان أستاذ تاريخ في جامعة الأزهر إلى دار الوثائق كانت المهمة الأساسية المطلوبة منك وقتها إيه وأولا أول احتياج لها بدار الوثائق قومية أنا في تيكر وأنا كنت في ربعة في سنة ربعة في كدلية سنة 92 كان في دكتور شاب ورائع وكان أول مرة يدرس لنا كان لسه جاي من الخليج من سلطانة عمال اسمه الأستاذ دكتور محمد صبر عرب وقرر يدرس لنا مادة اسمها مادة قاعة البحث وقاعة البحث الثلاث سنين إحنا درسناهم قبل كده كانت دراسة كده يعني ايه أكثر من التقليدية مدرسية خلاص لا والدكتور يقول لك خلاص يكون راح يختار بحث ويعمل وخلاص وانتهى العمل ده جلنا بشكل مختلف بدأ يتناقش معنا في موضوعات إن يطرع علينا أشياء وكان أهم حاجة بالنسبة لنا سنة الرابعة فالمفروض ندرس على مصادر كتابة التاريخ الحديث وقال إن مصادر كتابة أهم حاجة فيها الوسائق وقرر إن إحنا يعمل لنا زيارة لدار الوسائق قومية ودي كانت أول رحلة ممكن علمية لمكان يكون في دار الوسائق قومية وأول احتكاك ليه بدار الوسائق وأول احتكاك مش عارف يعني حاجة دور دار الوسائق قومية ولا مكانها فين ولا كذا وخدنا مجموعة من اللي هو السنفرة بتاع سنة الرابعة وروحنا معاه وزورنا دار الوسائق قومية كانوا الاحتكاك كان فيه أستاذ بيرقاسها اسمه الأستاذ محمد إبراهيم فتح الله ده كان ماسك مدير في 92 ودخلنا وعرفنا بدأ يشرح لنا إيه الوحدات وإيه وضعها وكذا وإيه الوسائق اللي عندنا وكل الأمر ده برضو في مكتبه وبعدين في المكتبة بس بتاع الدار مش أكثر من ذلك لكن حصيت إن فيه حاجة جديدة بالنسبة لك ترتبط بيها ورحت الأيام وجدت الأيام وخلصت بقى ماجستير ودكتورا 92 بقى الكلام ده تخرجنا وبعدين أنا كنت من أول الدفعة فمنتظرين التعيين دخلنا الجيش رجعت اتعينت فبدأ نعمل ماجستير وبدأ الاحتكاك بالدار من هنا للأرض هنا بقى الاحتكاك الاحترافي كباحث طلع على الوسائق تصوف الوضع هكذا وجدت الاحتكاك أكبر بقى لما دكتور صابر عرب راح وتولى دار الوسائق القومية رئيسة لدار الوسائق القومية في نفس الوقت هو كان أستاذي وده كان في مرحلة الدكتوراه سجلت الدكتوراه سنة تسعة وتسعين وهو كان مسك دار الوسائق القومية مسؤول عنها وده كانت أول سنة ليه وبدأ انه يحتاج وبدأ تنقل له مشاكل الباحثين والوضع والاطلاع والمشاكل في هزنها بدأت العلاقة أصلا تتعمق أكثر بالدار بانك انت تعرف من اللي موجودين في الدار والمشاكل اللي بيواجهوها وتنقلها حتى أحيان لو أستاذي حد ما خلصت الدكتوراه وفجأت بي بيقول لي ما تيجي تساعدنا في الدار باعتبار انك انت أنا عملت ماجستير عن المعارضة في البرلمان المصري من سنة 1924-1936 والدكتوراه كانت عن مصر والسياسة البريطانية في إمارات الخليج العربي من 54 ل70 فكانت الموضوع ده وكان شافي احتياجك بوسائق خاصة بمصر وسائق خاصة بريطانيا وسائق خاصة بالخليج فبالتالي أصبح عندك فبقيت محيط بما عليه دار الوسائق وهو كان طموح في الوقت ده وكان احنا فكرتنا احنا كان عندنا المثل في الموضوع دار الوسائق قومية ده اللي هي الأرشيف البريطاني أولا الأرشيف رغم ان احنا في النشأة أقدم أقدم من الأرشيف البريطاني يعني أول الأرشيف مؤسس تبقى للنظم الحديثة الأرشيف الفرنسي ده كان في سنة يعني 1897 واحنا 1828 محمد علي لما عمل الدفتر خانة في أول مرة في هذا الموضوع وبعدين الأرشيف البريطاني 1838 فاحنا بيوم بعشر سنين الأمر الثاني احنا برضو أهم أرشيف المنطقة يعني الزب الأرشيف البريطاني بيقول وان ساوزانيير يحنا عندنا وساك لألف عام احنا عندنا بنقولين احنا وساك يا مش لألف عام هو طبعا بترجع أقدم وساكة في الدار العصر الفاطمي لكن إلى حد ما احنا عندنا في الوقت ده لما كنت موجود حوالي 110 مليون وساكة بتضغط المنطقة 110 مليون وساكة اه في الفترة دي واعتقد انها زادت دلوقتي خطورتها انك انت زارتا ان تكتب تاريخ الشرق العربي او منطقة الشرق الاوسط في الفترة بتاع القرن الخمستاشر والستاشر والسبعتاشر لابد ان ترجع لما تملكوا دار وثاك القومية مفيش دراسة اجنبية الجد الا ورجعت لهذا لماذا للوثاك المصري لانت عندك ما يقرب من 60 مليون وساكة بتغطي فترة العصر العثماني بتغطي من 1517 لسنة 1914 اللي هو بتاع الحماية فبالتالي الفترة دي هي كانت انا كان بيجي لناس في اسازة امريكان مثلا او بريطانيين او فرنسين عندهم اللي بيشتغل في الميدلستستادز يقولوا لازم تروح تشوف الارشيف المصري فيه ارشفين مهمين في المنطقة لازم اذا كنت هتكتب عنهم لازم ترجع ليه الارشيف التركي والارشيف المصري والارشيف المصري خطورته ان بيعنده نوادر احيانا مش موجودة في الارشيف التركي رغم ان طبعا تركيا هي اللي كانت بتحكمنا طبعا طبعا امبراطورية كبيرة فلكن في النهاية انت فارشيفك ضخم ومتناوم يعني فدال الوسائق هنا مش بس لها اهمية على المستوى القومي لكن على المستوى العالمي الاختر اقولك حاجة بقى اهم احنا بيقاس كيمتك كمؤسسة بانك انت الريفرنس اللي رجعت لك قد دي يعني ما تيجي تشوف مجموعة الكتب والابحاث اللي صادرت في فترة مفترات يقولك انا رجع لدروسات كومية فهنا كيمتك كمصر تعلق بالزرح انت مصدر مصدر المعارفة انت مصدر مصدر للحضارة والتطور والبناء والتغيير اللي تم بصدر تغيير سياسة او اقتصادة واجتماعي وبالتالي اهمية الضد كانت خطير احنا كنا بنحسها احنا باحسين في التاريخ وبتكتب في التاريخ وكيمة المعلومة وكيمة الوثيقة دي كانت خطيرة لان احنا عارفين كويس اوه ان الوثيقة كانت تكتب لحفظ الحقوق يعني وثيقة عقد زواب ده حفظ الحق ما بين الزوج وزوجته عقد ارض ده بين الاتنين اللي بينهم وبين بعض عقد معاهدة سياسية اف الوثيقة صحيح لحفظ الحقوق انت بقى بتاخد تستغل تستخدم هذه الوثيقة في اللي حدث يعني انا مضمن الابحاث اللي انا قريتها في باحث عمل رسالة حاجة اسمها قبل ان يعطي هو اكتب اتناشر في سلسلة مصر النادة اسمه قبل ان يعطي الغرب الحركة العلمية في مصر في العصر العثماني اعتمد عليه بقى لما جاء احنا قلنا له موضوع صعب وانت هتعمله ازاي اعتمد على حصر تركات العلماء وطجار الورق اللي كانوا في هذه الفترة لما يروحوا العالم كانوا بحصروا الترك ده رحملناها شوف موضوع ترك اهو اهو ادباغه راحت اه بالزبط اه فرح العالم ده مات يقولك وقد حصلنا لدي كتاب تحت عنوان كذا ومكون مجموعة اوراق كذا فرصد هو الحركة العلمية في الفترة دي من مصدر غير تقليدي بس هو موجود عندنا موجودة فين بقى في سجلات المحاكم بتاع الفترة طالع عصر الاسمان فده بالنسبة لنا اغير مفاهم تاني هنا خطورة اللي عندك ده انك انت ممكن تغير ناس تعيش على احكارك بشكل معين وما لديك وفجأة تلاقي الوسيقى طلعة بتقول حاجة تانية بتقول حاجة تانية فده على هذا الامر موجود بشكل قوة مهم يعني اقول لك حاجة انا في وجهة برضو احنا بنتكلم عن خطيب الصورة الصورة 19 القصة سرجيوس فيه خطيب بقى تاني مهم وخطير ومش واخد حقه يمكن انا بقى اعمل حاجة عنه اللي منذرت اللي هو مصطفى القياتي مصطفى القياتي مصطفى القياتي ده ذهب للكنيسة لما حصل البريطانيا كانت بتلعبنا بفكر اللقانيات الفتنة الطائفية فذهب وخطف في الكنيسة وقال اذا كان الاستقلال سوف يؤدي الانفصام وعرى للوحدة الوطنية فليزب الاستقلال للجحيم فده كان وهذا الرجل كان مفوه اه يعني ده قامة قدام القيسي سرجيوس بالضبط ده خطيب الصورة ده في الكنيسة وده في المزل ده اقولك حاجة اخطر كمان في واحدة يهودية راحت الاظهر وخطبت فيه وقالت انا معا الاستقلال مصر ولا يمكن ان تلعب بريطانيا بموضوع الاقليات في التفريقة بيننا كعنصر الاولى اه هنا الوسائق يعني بترسم صورة تانية للتاريخ بالضبط يعني الحقائق اللي هي استقرت عندنا بتيجي الوسيقى تقولك لا اللي حاصل كذا فده خلى ايه فيه ارتباط شوية باهمية هذه الدار وانها وهي فكرة التكريس الوطنية والمشروع الوطني المصري وانها وتطوره وللاسف فيه كتير يعني مش قاري بشكل كبير وبنسبة الكلام ده موجود في الدار وموجود حتى في بعض الامور يا فبين هنا بدأ الارتباط بالدار دي في نفس الوقت بدأ الدكتور صبر كان عنده حلم ان احنا ليه ما نتبذل الارشيف البريطاني نكون عند قاعدة بيانات الوسائق يبقى عندنا فيه مشروع قامل هذا الوطنية ما تبقاش الحكاية كده وانها كم مهمة ليه بقى لان احنا كنا هو اللي حضرك حاجة انا دخلت الدار دي كان كل اللي موجود في الدار اربعين فهرس ورقية لا اربعين واحدة فرشفية فقط اربعين فهرس ورق ومتهالك ونقعد نستنى على بيجي وهكذا على حين ان احنا عندنا كان ما يقرب من ربعمية خمسة وتمين واحدة ارشفية يعني اللي معروف للباحثين والناس اللي بيروحوا ويجهم والجتاريخ مصر عشرة في المية فقط 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 يعني اقل من عشرة في المية ربعمية خمسة وتمينين فبالتالي هو يا جماعة تبليغ وبعدين فكرة انك انت لسه تقعد تستنى واحد زمالك مع الفهرس فتستنى على من القرص فبدأ من هنا فكرة ده وبدأ التعاون مع وزارة الصلاة فكرة ليه من يعملش هذا العمل فعملوا بايل الدروش كده صغير انك انت على تجربة على كم مجموعة من الوسائق ازاي نعمل فيهرس وازاي جابوا في حاجة اسمها التقنين الدوري للأرشيف اللي عاملوا مجلس الدوري للأرشيف واحنا عدوا فيه بدأ ان هو يعمل من الموضوع ده بطاقة وصف ال36 حقل ومع التعاون مع وزارة الصلاة بدأ يعمل هذا الموضوع فبدأ يقول طب يجيب بقى مجموعة من الشباب اللي هما يساعدهم منهم كان باحثين من معاديين ومدرسين مساعدين وفي الوقت ده انا كنت بقيت مدرس في الجامعة في الجامعة اه فبعده نفس الحكاية زمينا في نفس السننا بدأ يستعين بيهم مع مجموعة بقى من اللي جاءت بوزارة الصلاة وبدأ فكرة يعمل مشروع قاعدة البيانات المشروع ده كان صغير وبعدين كبر وبعدين بدأ هو يتعمل القاعدة ده وده كان ايام طبعا دكتور رحمة النظيف لما كان موجود اه طبعا وهنا ورده ده من اهتمامات ريش لوزر يعني القاعدة البيانات فعلا كان كده وهو افتحه المشروع ده افتحه المشروع ده افعل في المشروع لما تطرحه عليه المشروع ده في اهتماماته جدا وهولي حضرحي حاجة لان فكرة انك انت تعرف اللي عندك ده كان مهم ده واحد اتنين انك انت تعرف بعد ذلك تسوقه يعني اوزر الارشيف البريطاني وانت عاد في البيت انا بقعد في البيت ممكن اتجيب اي حاجة انا عايزه يعني انا كنت بعمل حاجة عن حرب تلاتة وسبعين جيبت اللي انا عايزه ادي صدر في كتاب مؤخرا اه بالضبط بس احنا طلعنا الوسائق المصرية مطلعناش الوسائق اه بالتانية فاني بشتغل الحاجة تانية مع الارشيف البريطاني وارشيف الامريكي لانهم اطلعوا بقى البيانات احنا احنا اللي اللي كان موجود داخل الدار كنت مشارك في اللاجنة يا دكتور بتاعة وسائق حرب اكتوبر لا لا اسف مشاركش فيها لكن دي الوسائق اللي في دار الوسائق اه ده اللي في دار الوسائق احنا طلعناها بالمناسبة في 2013 2013 اللي هو 40 سنة في اكتوبر 2013 طلعنا اول مجلد عن اللي هي مصري في قلب البعركة مختارات من وسائق الارشيف المصري وكان ده اللي كان موجود بس موجود مين في وسائق مجلس الوزراء في وسائق وزارة الداخلية في وسائق بعض بس هو مفروض كل الحاجات دي بتجيلكوا مش كله طبعا خلينا نكون صريح بس هو القانون مفيش قانون ملزن لا فيه قانون فيه قانون احنا دلوقتي الجميل هقول لها الحاجات اتنين اهتموا بقوانين الوسائق دولت اه اول راح جمال عبد النصر تخيل وهو كالرئيس وزراء اصدر في الفترة الام 52 الى حد 54 هو اصدر قبل ما يسيب منصب رئيس الوزراء قانون انشاء دار الوسائق القومية بمفهوم الحديث اسمه قانون 356 لسنة اربعة وخمسين صدر في الفترة اربعة وخمسين القانون ده هو اللي بقى البقى ان الشعب منحقه يروح يشوف الوسائق ان انت بالحقق المحسين تقوله ويصوره ان الوسائق دي لابد تقعد في اي جهة بتاعتها بمدة معينة وتتنقل للدار ده القانون اه القانون اللي اخطر بقى اللي عمل نقلة تانية بشكل قوة جبير كان يا انوريس دات طلع المجلس الشعب فوضه في انه هو يصدر قانون خاص قرار خاص بتنزيم العمل في هذا الامر فطلع قرار اسمه قرار ربمائة 75 لسنة 79 بيقول في ايه يقول ان جميع الوسائق اللي تتعلق بالامن القوم تعتبر سلقية ولا يجوز اللي تطلع عليها وتحفظ فيجاتها بمدة اقصىها 15 سنة ويتم الكشف عنها بعد ذلك لا تنقل لدار الوسائق القومية بعد 15 سنة لما تنقل بقى في الدار تستمر لمدة 15 سنة عاما اخر ويتم الكشف عنها بعد ذلك لا تشكل لجنة بقى بقى تشكل لجنة من الجهة دي لان بيقول لك الامن القومي على مستوى الجهة السادة شكل لجنة من الجهات دي مع دار وسائق قومية ودولة اللي هنفرج عنه ودولة اللي مش هنفرج عنه ولا يجوز بقى النص دا ولا يجوز حاج بأى وثيقة بأى حال من الاحوال عن 50 سنة المادتين دولة نصهم دولة نفس قانون الوسائق البريطاني اه يعني احنا على المستوى التشريح هنا متقدمين بالضبط بس هنفش كلا دايما في التطبيق بالضبط سنة 79 فعملنا دا وهم عملوا دا هم قال له بقى بريطانيا قالت لها 20 سنة احنا لسه على 50 بس برضو انه طب لو جاها ما سلمتش اه ايه اللي يحصل القانون ما قالش القانون بتاع عبد الناصر قال قال ايه غرام 20 جنيه وحبس ثلاث شهور يعني اه يعني وما بتحصلش ما بتحصلش لانه انا نعرفه انه كل يعني كل الوزارات اه كل المؤسسات كل الجامعات كل اي جهة وسائقها لابد ان تنتقل الى در الوسائق بهم ايه هو خطرتها في ايه في الارشيف الوطني دا عامل زي البطاقة الشخصية بتاعت الدولة بتاعت البلد اه بتاعت البلد اول دولة عملت تعليم للفتيات في المنطقة بانطلع القرار احنا اول واحدة عملنا خط سكة حديد في المنطقة والتاني واحدة على مستوى العالم بطلع لك عن سوى السكة الحديد انت عندك عند اول مرة تعمل مدرسة لتعليم اللغات انا عندي طلعها يعني اي حاجة في الصحة في التعليم فجد لو انت فجئت انك انت بيقول ذلك احنا بنلاقي اجاب موجود في در الوسائق قومية يعني اقول لك على السابق اللي اظهر يا سابين المثال المثال الموصفكت حد انا 52 بعد 52 ما سلمش ما شيفش وسائق نروحنا بقى نتخيانة ونعمل يا جماعة الحاجة لسه هنشوف هقولك حاجة وانا موجود كان من اهم الجهات اللي في العالم اللي منضبطة في اوراقها معانا تخيل مين مجلس الوزر ورئاس الجمهورية ما اعرفش الدنيا بقى عملت ايه ادراك اه ادراك برضه بالاهمية لكن يعني انا عشان اوصل للاستاذ المشاهدين لانه احنا بنشرح بنعمل الفرشة دي عشان نوصل لنقطة معي انه انه انت مش بس ذاكرة البلد لا انت بتتكلم عن هوية البلد اه وزي ما بتقول حضرتك انه اي حاجة تقدر تقدم عليها دليل من دار الوثائق طب فيما يتعلق بامور الامن القوم اه انا اقلع حاجة يعني الجهات السيادية اولا قبل ياملكم اقول حاجة انا اسم المثال القضايا المهمة اللي في البلد اسم المثال القضايا بتاع الاقتلال بتاع الاخوان اه اش موجودة عندنا الوثائق القضايا اه موجودة في مركز البحوث الجنائي اه معنا مفروض تجي بالضبط احنا بدأنا كنا في الاقام دي بدأنا نشط العمل مع الجهات القضايا ان اي قضايا تخلص عندها تجي تتسلم او تسلم وراءها اه بالضبط اه اه اتحيات بقى اولا هي عيبة عليها انا مش هتبقى عيبة علي اثنين انا اصبحت انا المسؤول عنها وان انا البتاحها للناس وفي حالة انك انت العاوز تقول والله يعني انا لما جيت عشان اقول يا جماعة انا كنت بعمل مقالة عن الهوية في الاقام اللي فاتت دي وعصارها صورت تلاتين يونيو اه حاجة نشرتها كده في الهلال فبقيت اقول يا جماعة تبا انا عاوز يشوف عدد الاغتيالات للتعال الهلال اه فانا يعني بقيت انا بجيب معلومات عمالة ادور هنا وهنا تبا انا لو دي كانت القضايا دي كانت تحديد باحثين انا عندي فيه باحث محترم جدا لأساس كبير عاوز يعمل عندها وهمون بالناس ده عاوز يطلع على جريمهم راح صورها من مركز مركز بحث الجناي ماش موجودة عندها هي كان يجب تكون تحتاد الباحثين عشان تعرف الباحثين ماذا الخطر اللي كانت مصر فترة من فترات متعرضة له ماشي وهنا الملفات القضائية يعني من اشهر المؤرخين بس هو مؤرخ مش اكاديمي يعني في الصلاح عيسى يعني اشتغل كتير جدا على الملفات القضائية وكان بيحصل عليها بعيد عن دار الوسائق بعيد عن دار الوسائق ومعارفة بمستشار احنا عندنا قضايا يعني انا عندي كل القضايا اللي بعد بعد تلاتين يونيو عندي وراءها كل يعني كل القضايا بالاستخدام لان انت متاح لك انك انت ممكن تصور القضايا وتاخدها بس انا الاصل ده هو مفروض يدعو بشكل قانون ويبقى لكل الاجيال واصول لان ده الاصل فتبقى موجود ومتاح لانك انت يعني ايه بتحافز على الخط بتاع الدولة واللي مرت دي بنحفز يعني اقول لك حاجة احنا يعني على سبيل المثال احنا الصحة دي في عندها حاجة مهمة جدا اوي يعني المعمل الجنائي وموضوع التشريح الجنائي والتشريح الجسس وكذا احنا بالصدفة يعني فيه خناقة انت عارف موضوع ما كانش عندهم مكان احنا روحنا ونقول يا جماعة احنا ناخد دي بالصدفة احنا بنفرزها ونصنفها طالعنا ملف اللي هو بتاع الصفة بتاع الشيخ الزهب لما قطير ده كان مهم جدا ويبقى موجود صحيح لانه لانه لما قاتلوا الشيخ الزهب يعني فاكر حضرتك وهم اضربوه برصاص في عينه الشمال اه بالضبط اللي هي ده قالوا ان ده هنا اسكن الشيطان ودربوه برصاص في عينه فانت الملف التشريحي ده موجود موجود ده جبناه مين بقى خلي بالك مين بقى يعني ايه لما هما دابهم الحال وعاوزين المكان داب يا جماعة بلاش فكرة ده الحال وعاوزين المكان ده احنا ما اعرفوا ان وذلك انا بعتبر احنا طبعا اجيال وحنا جزء بانسان في ده التوعية بفكرة الارشيف الوطني ده مش موجودة بشكل كبير احنا مكسرين فيها او كسرنا فيها ارشيف البيروتالي لما تدخل عليه بيعمل انشطة اكتيف ديس للطلبة بتاع المدارس الصغيرية الناس تروح للولاد يشوفه لا وبيجيبهم وبعطلهم فيديوهات وبيعملهم وراش عمل ده عشان يربطهم يقول لهم ايه فكرة انك انت حتى يكون عندك ارشيف شخصي انت حافظ على اوراقك مش كل حاجة تروح شهادتك اللي خدتها روح مقطعها مش عارف شهادت تقدير اللي خدتها مقطع تفضل لا هي محتاجة ده برده يكون في نوع من التوعية ايه تكون عن دل وسائق الامن القومي بقى الجهة السيادي فيها نفس المشكلة بتاع القانون يعني هو طبعا القانون ده بص في جهات طبعا ما ما بيجيش الوسائق بطبيعة الحال بطبيعة الحال وهو انا اقول احنا بنقول للناس ولا اي نوع من الوسائق ولا بص هي لما بيجي لنا بتجي لنا من جهة تانية يعني مثلا هما يكونوا بعطين مثلا الوزارة الصحة فتيجي فورا وزارة الصحة يعني جاي في ملفاتها او جاي في الاسكان فتيجي من الاسكان او هكذا بص احنا بنقول انا كنت في احد الجهات المهمة وجينا فترة فبنتكلم معاهم فقالوا احنا هنعدم قلت لهم مفيش عندنا في القانون اعدام اه اه انه يعلم الوسائق اه مفيش مفيش في القانون حد يديك حق الاعدام الا اذا دار الوسائق قالت كود حق الاعدام فهي اللي دار الوسائق قمابة مع الجهات دي يعني ايه هي بتقولهم التالي اذا ما كنتش هتديني احتفظ بها كما تشاء ان شاء الله يكون حد مئة سنة تمام اه المهم ان تكون الوسائق موجود اه المهم الوسائق موجود فعلى هذا الاساس هذه الوسائق تتنقل شاء الله يكون بعد مئة سنة لانها هي ملكي للأجال الجاي وبتسجل زاكرة ظلامة وهو يعني كانت وجهة النظر انك انت في كل الاحوال الورق ده يعني انت احيانا بتبعها عندك مسود ده فتول انا مش عارض المسود ده انا هاخد الاصل احتفظ به او ان انا لا ده انا خلاص انا كان طالع لقرار ان انا مسؤول عن كذا انا خلاص مشيت في المكان فالقرار ده ما عادش يهمني لا هو هي ايه لأسرتك هو مهم مهم اه ان هو القرار ده انا كنت برأس هذا المكان في مناه يعني ثقافة الوسائق والورق علما انا اقول لحضرك عاجل احنا الدولة في المنطقة رقم واحد في انشاء اقسام للوسائق في المنطقة في الجامعات في الجامعات انا هقولك بده ذكرى اسمائي انا في كذا دولة من شهر قليلة يعني مثلا كان في مسؤولين ثقافين موجودين متقابلت معهم فكان جاي يقول احنا جايين عشان هنعمل دار وسائق نهاردة يعني ففي دول لسه بتعمل دار الوسائق احنا بدأنا من 1228 يعني احنا المفروض يعني اربع سنين اربع سنين بنت هتافل بمتين سنين طيب حضرتك بقى بقيت مسؤول عن دار الوسائق في نهاية 2010 في نهاية تسعة واحد تسعة الفين وعشر واحد تسعة الفين وعشر الفين وعشر يعني شهرين تلاتة ودخلنا الصور الصور طيب خلينا نقف عند النقطة دي لانه انا يمكن كنت عريسا نباين للناس ايه دار الوسائق ودار الكتب والوسائق القومية وايه اهميتها وايه الخطر اللي هي او مش الخطر يعني الاهمية اللي هي بتشكلها وده بيخليها طول الوقت هدف ومقصد اكيد لانه بعد الثورة بدت امور يعني تبقى اه طبع مش مزبوطة صح ووصلت هذه الامور المش مزبوطة انه تم اقالتك من اه دار الكتب اه دار الكتب فخلينا نروح للمساحة دي برده يعني نستمع ليش هادة اه حضرتك تماما اطبع فاصل ونعود لتوثيق هذه هي الشهادة مع وزير الثقافة الاسبق الدكتور عبدالواحد النبا موسيقى اهلا بكم من جديد نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع وزير الثقافة الاسبق الدكتور عبدالواحد النبا اهلا بحضرتك مرة تانية اهلا بحضرتك يعني احنا عملنا استعراض كده ايه دار الكتب والوسيقى القومية ايه اهميتها عشان اوصل ليه نقطة مهمة جدا حضرتك توليت في اه تسعة الفين وعشرة وعبرت بقى بيه الشهور بتاعة الثورة والفوضى اللي كانت اللي كانت حصل وفجأة بقى الاخوان موجودين على المسرح السياسي بشكل كبير جدا وهم اعتقد انه قبل الثورة يعني علاقتهم بالثقافة ودار الثقافة ودار الكتب ما كانتش فيه حكمه ايه اللي حصل في الفترة دي يقودنا او يوصلنا للنقطة اللي تمت اقالتك فيها طبعا صورت 25 يناير احنا يناير جاء ويناير لما جاء احنا فجينا بناس ما تخيلناش في يوم من الايام ان هما ممكن يبقى لهم انتماء يعني الناس كانت نامة تحت السجادة وطلعت من تحت السجادة وبدأ فيه تحريض بشكل قوة كبير ضد المؤسسة نفسها من الداخل بشكل مطالف فقوية مؤسسة الدار الكتب الوسائق اه انا برضو عشان اقول لحضرها حاجة انا يعني توليت انا مسكت منصب اسمه رئيس الدارة المركزية الدارة الوسائق قومية دارة الوسائق وكان في الوقت ده طبعا لحد ديسمبر 2011 كان موجود دكتور صبر عرب 23 ديسمبر كان رئيس مجلس الدارة فهو لما مشي كان في ذلك الوقت اللي كان وزير ثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد اه الله يرحم فالدكتور شاكر بعد دكتور صبر ممشي فانا كنت اقدم واحد داخل المؤسسة وكان وقابلني طلبي قابلني وكان فيه دكتور اسمه زين عبد الهادي استاذ مكتبات معروف اه دكتور زين طبعا انا مسجدار وسائق قومية ورئيس الدار كان الدكتور صبر مم فطبعا لما جا قابل الدكتور زين وقابلني وبعدين قال لا انا عارف انك انت اقدم من الدكتور زين في المؤسسة اه اه انا شايف ان الحقق انا كنت برئيس مجسدار بس يعني انت عارف احنا في الجامعة والجامعة بينظر انك انت استاذ مساعد وهو استاذ فيعني شوية فقلتوله لا احنا ده منصب حكومي وأنا عرف ناس بدرجة مدرس ومسكين رؤساء هيئات في اماكن تانية مش استاذ مساعد كان لكن ده قرارك الدكتور واللي انت شايفه واللي انت شايفه اه قالي ابو السانة خلي راس مكسداره وفي عندنا منصب تاني نائب راس مكسداره فاتب انت نائب راس مكسداره تمام وقدت له خلاص احنا هدفنا المؤسسة متوفقته اه الوظبط وانها معاجر مؤسسة في نفس الوقت ده كنا احنا بنكافح بقى فكرة كل يوم الصباح الداخل انا باخد مكافة 10 جنيه وفلان بياخد 150 جنيه انا عاوزة تساوى انا ده بياخد كذا فبدأت المطالب الفودي لحزناها لان احنا رصدين هو من اللو هو هو اخواني او هو تنظيم داخل الاخوان او انه هو كذا وبدأ فيه تحريض على فكرة يعني ده كان منهم من الانتراسات اه طبعا انه هم اللي كانوا بيحركوا عسل حاجة بتقوله ده في دار الكتب الوسائق اكيد حصلت في كل مؤسسات الدور ده بالسلس لهم الاخوان اللي بدأوا يحردوا على الحكاية ده احنا عندنا كان في الوقت ده الدار في حدود 1400 موظف الهايئة كلها بقى انها هي الدار الكتب الوسائق قومية اللي هي دار الكتب والمراكز العلمية ودار الوسائق ومبنى باب الخلق والمراكز الاخرى اللي تتبعها فبدأ من هنا احنا نلاحظ ان احنا داخلين في مسألة يعني ايه نوع من التحدي كيف يمكن للمؤسسة انتقف على رجليها وانها هتعدلنا وانا خلينا اسكر شهادة اسموا جد دكتور صابر عرب انا جات لي عارل الخارج ماشي احنا احنا في 11 اه في 11 اه فدخلت عليه يولتول انا عنده عاد وانها سافر فلقيته هو يعني اتنرفز وقال البلد في مرحلة لا يمكن لتخلي عنها وكل واحد في مؤسسة يجب يحافظ عليها ايا كانت الصعوبات التي تواجه للمسألة زي المؤسسة وفعلا قلت له خلاص انا اعتذر السنة دي بس السنة الجاية بس انت بعت الاعتذار بنفسك ليهم وانا سافر السنة الجاية جي السنة الجاية هو كان خرج معاش ورجع في الوزارة فاصر اكتر ان انا الى مسافر نعم اتمنى 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 في نفس الوقت ده بقى احنا كانت ازمتنا كبيرة كلهم الصبح ازاي المؤسسة تفضل تعمل اتنين اللي كانت في ظل حالة التحريد اللي تحصل ده ازاي ان كنت تحافظ على تأمين تأمن هذه الوساكل الموجودة وخاصة ان احنا عملنا مع الجهات الارقابية والسيادية يعني نوع من المشروع لحماية هذه المؤسسة مؤسسة مؤمنة كاملا في كل الابواب بتاعتها الاماكن بكاميرات مراقبة كله مسجل حركة بالداخل التسجيل عندك بيقعد فترة كبيرة من الزمن مش بيتمسح بعد شوية اتنين رصد الاشخاص دولت وبرضو يعني ايه والسيطرة عليهم عدم استفحال الامر بشكل كبير لكن كنت انت حاسس انك انت يعني ايه اه احنا 2400 في حوالي مية امتين واحد وهم دولة اللي بيسروا لك المشهر كل يوم الصبح ومهم جدا التجريح ومهم جدا الهانة عشان انك انت في الاخر تقول وانا من علي بايه انا في الاخر استاذ جامعة انا روح ارجع جامعتي صحيح 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 فكان التحدي الكبير انك انت اه لازم تحافظها زي المساسة لان مفيش زيها مهم وتذكر انا قلت لأحد المسؤولين قلت له مزارة الثقافة دي ممكن تتهد كلها ونبنيها لكن در الوسائق در وسائق قومية للورقة اللي هبضيع فيها مش هنعرف نجيبها لان احنا دي وسائق اصلية للدولة النصرية لهويات وبالتالي فكرة انك انت تحافظ عليها فده يبكبر علينا وذلك هما كانوا متعاون معنا جدا وفي خط ساخن بيننا وبينهم في اي مشكلة في اي حاجة كانوا حرصين بها دي امن قومي بلا شكل اه طبعا اه اه تب دولي الاخوان اللي جوا اه بزبط اللي هما كانوا بدأوا يبقى يسخنوا ده ويحرردوا ده ويحرر عشر والفين واثناثر اه ماشي واحنا شغالين بهذه التسخين بهذا الشكل هو ومهاجمة في التلفزيونات ومهاجمة في الصحف وهيه وكذا لكن احنا نبقى لهم بص احنا اي مكان لأي الدولة احنا نروح معندلاش فيه تمام فوجينا بقى التغيير حصل في سبع مايو هو لان كان فيه تحريط طبعا ده اللي هو التعديل الحكومي الوزاري اللي جي فيه علاء عبدالعزيز ووجيه علاء عبدالعزيز طبعا كان فيه من ابريل احنا عارفين موضوع تمرد والاستمارات واحنا كنا بنضاحها حتى داخل الدار وبنمض على الموظفين وموزحها فبدأ ان هو هنا حصل التغييره بما جاء علاء عبدالعزيز في سبع مايو موعداليمين واول قرار انا راح بقى هي وزارة الثقافة عشان امح وقف على المرتبة الفساد اي انا راح احارب الفساد وانها لشلة معينة ازير الوزارة فانا مفيش حاجة اسمها الشلة دي وان احنا طب قابل علاء لان علاء دي مرحلة كبيرة بضبط يعني خرجت من تم انتدابك واحنا يمكن لا انا فاكر وقتها انتهاء انتدابي هيباب فيونيا اه انا فاكر يعني قبل ما نيجي لده الفترة اللي هي قبل اه قبل مايو قبل الوزير كان زاهر الاخوان عندكو في الدار يسألوا على وسائق يعملوا حاجة لا هو بص لا احنا في نقطة موجودة دار وسائق قومية في الوقت ده كان عدد الوظفين من 2400 موظف 174 موظف عارفين ومعارفين جدود اخوان لا ده ده اللي بيدوروا الدار اه اللي بيديروا الدار دار وسائق قومية اولا هي دونان على اي مكان في الهيئة العامة دار الوسائق قومية مبنى مستقل صغير ببقى معينة كده في مكتب راسماكس دارة فقط لكن عدد الموظفين معروفين مين ومين ولادهم ومين اعمامهم ومين خلاتهم ماشي فيه اثنين ثلاثة كانوا بيبى لهم هوا بس دولة احنا عارفينهم معازلين عن المصار بتاع الوسائق عارفين مخزننا فين اماكن حافظ الوسائق فين فما كانش فيه اي اقتراب من الهيئة واحنا فيه سيستم كان معمول انت عشان تقرب بالوسيقى رئيس مجلس الدارة لا يستطيع انه يطلب وثيقى ولا انا عاوز اشوف المكتب بس مفيش كده فيه سلسلة لازم السلسلة دي تمشي فتم نقفاظ على الوسائق اه بدا فيه كده نروح لمايو لما جي على عب عزيز اولا طبعا مايو احنا طبعا كل انا راحين في انتجاهك بس انا انا شفت بنفسي تحريض على الدكتور سابر نفسه اه على الدكتور سابر عرف تحريض اه تحريض اه يعني انا اتذكر كان فيه مطالب ليهم من الاخوان كوزير الثقافة انه هو يطلبوا منه بعض الاشياء انا كان قدام على سبيل السلسلة كان فيه محامي معهم اسمه شاب ببركة لا عمر عمر عبدالهادي عمر عبدالهادي كان محامي السلسلة بتاعت الدستور مع عمر دراج ومع المستشار الغرياني وانا حضرت لقيته دكتور سابر طالبني نقول لي تعالى عشان عايزك اعتبارك بس درساتكم ايه عشان ايه هم بعطين حد عشان نشوف موضوع الاوراق احنا كنا عوزين ناخد طلبنا ان ناخد اوراق التأسيسية اه ده ده مرحلة ازاي اتعاملت اعمالها وزاي وضع الدستور ده شغل الدار بالضبع اه وعاوزين نحفظه عشان الناس اللي بيعارف الوضع هم فجاء على عمر عبدالهادي ده وبتكلم مع الدكتور سابر وبطلب مبلغ ضخم بالملايين عشان نقولك عاوزين نوثق الاول حاجات دي عايزين في فريق اشتغل من عندنا وضع كذا كذا انتوا اللي هتصرفهم انتوا اللي هتنقلهم انتوا اللي هتعملهم الوزارة هو بيقول كده للوزارة بقول للوزارة اه بيقول للوزير ماشي فالدكتور صابر يعني لا بيتكلم لا قاله لا خلي بالك انت يعني انت بتتكلم مع الوزير وانت لو عاوز تجيب فلوس انا ما عنديش فلوس كل ابنودي واضحة روح وطلب من وزير المالية بتاعكم اللي هو منكم وخليه هو يوفر هذا البد فهو خرج ممتعد وليه تخرج بيقول لي انت شايف بعض الرد ده هو ده ممكن يقعد بهذا النص انا ما قالش ولم انكلها الدكتور صابر حتى اليوم يعني وما عبتش اقول له يعني ايسمعه هنا بقى ايسمعه اه 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 ففجئت ان هو بقلت له انت فاكر هو مستني عاوز الوزارة هو رجل استاذ جامعة واقعت في الوزارة شوية فترة براحت ومش محتاج ومش اول مرة يجي يعني عشان تبقى فانا شايف انك انتو الخاصرين لو هو مش موجود في الوزارة ومشينا على هذا الاساس اه وما خدناش طبعا الورق رغم ان كان فيه قرار هما طلعوه وهما حتى حطين اسم في وعمر دراج وهو وبعض الناس التانين يعني فبدأت نحس بقى ان في معوزها بالبلد كده فيه غشم اه اه فيه حد كده يعني لا يفهم يعني ايه وزير ولا فيه حكومة بتودار ازاي وفي اي حد ما تخيلش انت عشان تنتمي ليهم او على علاقة بيهم انك انت ممكن تدخل بهذا الارض فجئنا مفيش اسبوع ولاقينا انه قاله تغيير وزهري وجاي علاء عبدالعزيز سبع مايو وبدأنا ان احنا ما كنتش تعرفه نهائي ولا وما كانش حد يعرف وخالص واحنا وما كانش فيه احتكاك ولا 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 كنا مشوف اي حد لان هو ازا الرجل يعني ففجئنا ان احنا لما جاه بقى اول الصدمات الضخمة والكبيرة اللي داخل فيها بشكل كوي في الناس ولا ده وزارة فازد الامر الاخر بقى وهو لسه موجود لقيت طبعا احنا لازم حد مننا يروح ينقش الميزانية بتاعة الهيئة بتاعة دار الكتب دار الكتب اه اه كلها فين في المجل مجلس الشورى هو اللي كان بيتولى لانما كان مجلس الشعبي كان محلول يعني وراح ينبقى لجنة الثقافة بتاعة اللي بيرقصها واحد اخواني وكان فيه وكيلها اسمه حاجة عبد المهدي او المهدي حاجة زي كده نحن تذكر الاسماء ففجئت اللي فيه جمع علينا شاريس اولا وزارة الثقافة راح بهياتها يعني كل واحد عن الهيئة كان بيرس الهيئة سعيتها الدكتور عبدالناصر حسن فانا ايه اه رايحة انا نيابة عن الهيئة اه فروح لقيت ان احنا بنهاج خدم وانتو بتاودوا فلوس ايه كان على اساس ايه؟ بيقوله ان احنا عندي بلوط سرية في الموازنة بقولت له بنو سرية ايه الموازنة دي بتاع المالية من ضغط المالية ايه يعني بنو سر ايه ايه اقول لها اي بند سر عندنا اللي قاله كازا الكلام يعني ما فيش في الدولة المصرية من ضمن الدقة بتاعتها يعني بتفصل كل مليم ولا يمكن انك انت تصرف اللي ما في اتمندهم بوزارة المالية نفسها وما تنفعش تصرف حاجة اللي تبقى بلوايح ووضع معي وفجأت انهم اطلبين تقليس الميزانية وكانت الابرة بتناكش معانا فقدوا انهم يتكلمون انتوا موضوع الامر يازم تخفيضه فجينا بالفنوية التشكيلية نفس الوضع وبدأنا نحس كده ان فيه يعني ما بين وفي اتجاه لحصار وزارة الثقافة وكلها لاحظت ان احنا ايه لا ده مش واحد مش شلت وزير يعني يفهم في الثقافة وعارف يعني ايه وزارة الثقافة وجبت واحد تاني ما يفهمش لا ده انتوا كمان من كمجل الصورة اللي انتوا منه كنظام اه كنظام لا هو في نية على وزارة الثقافة فخرجنا قلنا ايه الموضوع الايام الجاية لن تكون ميضاق مش اه مش هتكون ميضاق يعني هو اول شكل من اشكال حصارهم لوزارة الثقافة انه يقلص ميزانياتهم ده واحد اثنين بقى فكرة انك انت تحط الناس بتوعك اللي انت عايزه اه يعني ده ده رقم اثنين رقم اثنين طبعا هو بدأ يفكر اول حاجة طبعا من ضمن اللي عملها ودخل مكتبه وطبعا مع الدكتور احمد مجاهد وبدأ يتحرش كده لفظيا باجهة الفساد اللي موجودة في الوزارة واتكلم على الابرة وبعد كده فجأنا كذا فبدأ انا بدأت ايه شيئا فشيئا الناس تبص هذا الامر من ضمن الناس اللي واعوا هذا الامر في دكتور اسمها كاميليا صبحي كانت مسكة لعلاقات الثقافية الخارجية رح اتقلت له انا شكرا جزيلا انا مش هكمل دي بدرت بدرت انه استقال اه لانها لقت ان هو الدخول ان انا زاهب لان انا يعني اقضي على الفساد بسيفي في هزر يعني لا كان فيه شدة في هزر الامر وبعدين طبعا دكتور احمد مجاهد كان فيه له تجديد ليه فمجددش ليه الدكتور ايه الناس كان لسه اه هو يعني تدخل في عمل هيئة الكتاب اه 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 ودكتور احمد كتب اه كتب بسط على صفحته انه مش رايح لانه فيه كذا 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 فهو قال هو اصلا انتدابه هاي خلاص ما هي اه التداخل كان في حاجه هي اه هو من غباو طلع قال ليس هناك حاجه اسمها مكتبت الاسرة ولكن هاي سوف تكون مغيرة الى مكتبت الصورة اه مكتبت الصورة المصري اه صورة المصري طب هي مكتبت الاسرة يعني هي دي هي دي الاسرة المصرية طبعا فانت وذلك فيه كان الرجوع من هنا حتى بدك بمعتبر ان ده تحرش حصل اه يعني هو بدأ يعمل اعتكاك بضبط وبغباء فانت يعني انت داخل لسه مكتبك ولسه عايز تقول وكذا. ولا يمكن بهذا الشكل انك أنت تدبر. فلغى انت داب دكتور عمام جايل ولغى انت داب لدكتور ايناس عبدالدهي. لا هو بدأ في الاول مع الدكتور ايناس فرقة ردة فاعلة جديدة فألا انا مش هشير لها ده هي موجودة. ولما الامور دي تسبوع راح بعت لها الصبح راحت الصبح كده هاتبوصل لقت فيه قرار انها انتدابها موجودة على مكتب. البقى بقى الدكتور سعيد التوفير لما لقى هذا الامر كان عمين على مكساعد السقافة راح راح تظهر له نفس الوضع احنا كان عندنا الدكتور عبد الناصر حسن مدته تنتهي في 31-35 بعد شبعين من تولي على فقال له لما شافه مرة قال له يا دكتور انت اعتقد كفاء عليك كده قال له انا قاعد حد مدته ما تنتهي كانت ايام يعني اه كانت ايام فمشي لما مشي بقى بدته انتهت فما جديتش ليه وجاب واحد من عندهم اسمه خالد فهم خالد فهمي اه دكتور خالد فهمي استاذ اصول اللغة بجامعة البروفين اه ماشي لان فيه خالد فهمي تاني بتاع التاريخ ده ده فيه كذا خالد فهمي بتاع جامعة الامريكية بتاع التاريخ ده لكن ده خالد فهمي بجامعة البروفين بجامعة البروفين اخوان اه 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 وهو نفسه اتعرف لان انت لو رجعتو كده قال لهم انا اه انا انا مش كادر لكناني اخواني واستر عالمان هاجي الاخوان فهم لان كان الودين لا ده حوار موجود في الاهرام كمان بخلاف انوا نوع الجوه ماشي فا اه مش تنظيمي اه انا مش تنظيمي انا Herrister على هوى الاخوان لا بس هو معروف ان هو تنظيمي هو الحد الان هو تنظيمي يعني الراجل يعني وما زال موجودا وبيكتب يعني على بتاعه على السوشال ميديا اه بيكتب على السوشال ميديا له صفحة وبيقول فيها كلام يعني وما زال موجود يعني لما دخل باجة انت اولا طلع له القرار تقريبا الدكتور اعتقد كان 35 دا يوافق يوم 4 ويوم 5 فطبعا صباح جمعة وسبت فطلع القرار اللي خالي تفهمي دا تقريبا في اربعة ستة اه اربعة ستة دا كان وقف تقريبا يوم 3 اه انت باعتبارك رئيس مجلس الزراء جاي وفي نائب رئيس مجلس الزراء موجود لنا كنت انا في الوقت دا في الجامعة لان كان عندنا عمال امتحانات بتاعت الجامعة يعني امتحانات طلب فكت انا عندك يومك وراح بتسلم ورقك كنت براح اسلم ورق الإجابة اللي انا صحعته فلاقيتم بيكلموني الساعة واحدة ونص اثنين دا الدكتور خاليك جاي وبيلف في دار وسائل قومية مم ما دخلش مكتبه جاي على الدار على طروب باشرة طبا وفي معانا ناس بيلف قانونا غلط قانونا غلط اه طبعا ازاي لان في اجراء انت عشان تدخل لمستوى اماكن حفظ الوسائل قومية لازم انت رئيس الزراء الرئيس الهاية عزيال فول بس انت عشان تحمي نفسك ماشي ما تاخدش معاك ناس من برى الدار خد ناس وكان جايبا ناس من برى الدار اه ناس من برى الدار كان في ناس من برى الدار جموا ولفوا معاها هم راح اولوا لما عرفوا ان وا ها حركوا ما هي particularly تشكر منهم حد اللي فيها فهو اخدهم من ايديك كده. ماشي. فانا قلتهم خلاص. هوايتهم معروفة طبعا. هوايتهم معروفة واسمهم معروفة. ومش موجودهم في مصر دلوقت يعني. يعني تشكر منهم حد? اه هو فيه دكتور كان اسمه دكتور محمد عزة امنة. اه هو برا حاليا ان دولارد. بس هو يعني مش يعني ما قدرش اقول له كادر بس هو في الاخر لالو وظيفة في الدار. اه يعني هو جيه ومعاه ناس من خارج الدار. من خارج الدار ونيزل بهم اماكن حفظ الوسائق ودخل اماكن حف خطور الدي ايه. انت رئيس هاية وطلع لك قرار واصبحت عليك مسئولية قانونية. بس انك انت الداخل واحد ليس له صلة ولا موظف في الدار ولا له علاقة بيها. ويدخل افر ده خابة وسائق خاده خارج. افر حصل شيء. مهم. فانت لا تحمل مسئولية. بالزبط. فانا قلتهم خلاص خليه هو يلف ده رئيس الهاية يا جماعة عادي يعني. قاله بس ازاي. وحتى الامن كان من تلوه ده رئيس الهاية. قال بس معانا يستاني. قلتهم انت عزون تلو لأ لأ بس يا م مبدئيا. قال لنعرف درس العاية هو مسئول عن البيع. هو بعمل الجولة. هاته هو موجود في قاعة البحث. مبروكة دكتور خالد صعدها بك. ونتعاون ان شاء الله في الحفاظ على هذه المؤسسة. وطوله كده قال لي طيب ان شاء الله بإذن الله بكلام. ولفينا في الحتة الباية اللي هو بلف فيها. وجينا بقى عادنا معاه. كان معايا في ذلك الوقت الدكتور محمد صبر الدالي رئيس الدرمة الكازالي المركز العلمية. مستاذ وفى اداب حلوان. وعدنا معاه. و اول ما شفناه. بقى هنناه وعدناه ونروه بس بس احنا محتاجين انك انت هتوعد معانا. عشان انت من بره المؤسسة. اه ما يعرفش عنها حاجة. احنا بنشتغل في الدولة. والدولة قررت انك انت تجيبك. يعني لحد الان مش عارف الوقت هتوزر الامر. ماشي. تسمع مننا ونسمع منكم. قال انا هاعد كل واحد معاكو. ايه على على انفراد. على انفراد. فانا استغربنا. اولا. قطوله اولا. انا النائب بتاعك تبقى للقانون. انا مدير الهيئة العامة دار ركوت ووص القومية انا صلاحياتي انا قدير المؤسسة وانت تبريس ماجستور. ماشي. لكن احنا ما عندش مشكلة بس يعني. اه لأ بس عشان ايه. نبقى نقعد براحتنا وتحكي لي براحتك وهو يا محمد يحكي لي براحته وهذا الامر. فاعل يا سيدي. اه ايه ام تبقى نقعد. دون معرفوش حاجة عن الدولة. معرفوش حاجة. خالص. عن مؤسسات الدولة. ولا يعرف عن رجال الدولة. اه اه. يعني اتوقع عن ده. يعني حرارك لما تيجي تبقى رئيس مجلس دار الكتب وال الوسائق. حتى بتتكلم عن اتصالك بها من 92. اه بصير. شفته وروحته وجيت وتعرف. يعني دروبها زي ما بيقوله. هو جاي يعني يمكن ما كانش يدخل الدار. ده ما قليش قرار انشاء الهيئة. اه. فيتولاها. يعني انا التصور انواء كان اول حاجة يعملها هي قرار انشاء الهيئة. يدخل مكتبه الاول يقعد مع الناس يقولهم طب والله هاتب انتم تشتغلوا بايه. رو القانون الفلاني بالقرار الفلاني طب يدولي بس عشان اتبوص عليه. ويرحب بالناس في الاول ويعود ي يدخلوا من ثلاثة. يعني البروتوكول مفروض يعني. ويسمع مننا وفي الاخر كذا. طب صد دكتور احنا احنا في الاخر احنا بنعمل في دولة مؤسسية لها نظام من قام الفراعنة. فمش هان ايه مش هانيجي فترة من فترات ويحنا هنهدها يعني ايه. احنا ناس محترمين. احنا ناس بتوح حضاره. واحنا ده استاذ في الجامعة او انا استاذ في الجامعة. يعني في الاخر لو حتى تقول لنا لو بعد معدت معانا. قلت لنا مش عاوزكو هنقولك شكوان السلام عليكو شكو معداش مش كو. لا 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 احنا هنقض مع بعض. كلام ده كان يوم الثلاثة بالليل لحد الساعة ثمانية تسعة بالليل. اللي هو اللي هو اربع يونيو. اه ليه اربع يونيو. اه. خلاص احنا قلنا خلاصي. اللي اربع عدة. الخميسة عدة. ده انا معادي السبت. هنقضى انا وانت السبت كده وانا نشوف كده. نسمع بقى من بعض. والسبت اجازة نبقى عشان نبقى نقضى بروحات. ماشي. والدكتور صبري ببقى بعدك وكده. خلاص. يوم السبت صباح اه. قبل ما تحرك من بيتنا. لقيت مدير مكتب عنده مدير مكتب رئيس مجلس الدوار مش مدير مكتبه هو. بيكلمني بقول لها دكتور انا معلش بعد ازنى حضرتك. الدكتور طلع قرار بانهاء نتبك للي هنطلع. اه. يعني انتوا اه متفقين هجبت قابله السبت. عشان يبدأ ياتكال. اه. من من الثلاثة للسبت ده مفيش اي اتصال. مفيش اي اتصال يعني. ومفيش اي مؤشرات. لا لا لا. انا رحت الاربع عادي والخبيس وازاك. خلاص انت بتسوفه. الصبح عدين عليه سليم عليه. اه خلاص انتم متفقين. متفقين هنتقابل بقى هنوع. اه. انا جهزت بقى هقول له احنا عندنا يقول الموضوع ايه? وقولت له اللي هيجي وفي ناس هتيجي تقول لك ايه? يعني هجي اقول له هقول له هقولك ان في ناس تيجي تقول لك واحد اتين تلاتة اربعة. اه. وده هتقدر تعمل. لو ما ناس اللي هتتطوع يعني. بالضبط. ناس اللي هتطوع. وطوله هيجي لك كتير. وطوله بذول ماذبه هيجي لك كتير. واللي هقوله هي ما قاله مالك في الخمر. فايحنا جاهز نفسك واحنا هنقول لك اللي عندنا. وهنجيب لك وراء وانقول لك انت يعني عاوز تمشي وتعدي الازمة دي خاصة. قلت له انت لو لاحظت موضوع تمرد والبلد والحكاية المؤسسة دي يجب تتباد عن اي مشاكل. اه ماناش رقب السياسي. وعاوز لك حاجة احنا كنا في الطريق دائما المظاهرات التي تذهب الى ما سبيرو. يعني احنا. قال كامل رجاي من شبرة. احنا كنت لقى لقى المظاهرة قفلنا الكورنيش وراح. يعني سهل جدا قلت له ده سهل جدا ان حد يرمي كل اطمار تلاقي نفسنا مسكت في المبنى تبقى قصة. عشان كده حتى انا. فنبدل عن السياسة. لا لا بزبط انا قلت له انا جيت وانا موجود. خليت كل شبابيك اللي هي تطل على الجنين اللي هي امام الدار دي. اتعاملت اتقفلت بصاج. عشان ايه? لانها كانت ازاز وراحة دي. فممكن ازازي الكسر. حاجة تدخل دي. اه. يعني عملنا نوع من التأمين يعني. اه. فاقلت له ايه الموضوع كسا. فجينا بالقرار ده. طيب احنا كده يوم تمانية يونيو. اه. انتوا قعدتم معاه اربعة. اه. يوم التلات. اه. تمانية يونيو اه بلغت مدير مكتبه. اه. بانه الدكتور اه خالد فهمي طلع قرار. بانهاء انتداد. طيب. مين ده اربعة. ده بخلينا اه. خلينا نعف عند النقطة دي. طيب. طيب. واستازي حضرتك يعني نكمل هزي الشهادة في الحلقة القادمة. انه ما الذي جرى بعد ما ابلغك رئيس دار الكتب الاخواني بقى. بزبط. جديد. بانهاء انتدابك وآخرين. في الحلقة القادمة. انا بشكرك شكر مؤقت. شكرا جزيلا. آآ. الدكتور عبو واحد النبي وزير الثقافة الاسبق نستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا بقى. وشكرا لكم. المشهد في دار الكتب والوسائق القومية بعد تلاتين يونيو. العراقة اكليمية للاخوان سو مع تركيا او مع قطر. ده تقلقك. يعني كان الكتاب اللي هم بيشتغلوا على الجماعات دول يعودوا ارسموا سيناريوهات. لو الجماعة دي وسط الحكم هيعملوا ايه. انك انت لقيت ناس وعملوا في صومه ثقافين وكذا. وكانوا ده طيعة في يد على عبدالعزيز. كان فيه قرار من المعتصمين انه حضراتكم اللي هو يعني الاخوان ابعدوكم ما تبقوش موجودين في الاعتصار. ممكن تفاجأ انك اثناء المظاهرات او المسيرات. لحد يدخل عليهم يحصل في دم. الفن الادب الثقافة الابداع الخيال. هو اللما الاخوان جوم يصطدموا بيه واع. انت عارف البقاء بتاعتهم. وانا اطيع في المنشط والمكرة. لحد النهاردة انا اتصور النابين دولات فينس بتحلف على المصحف والمشدس. اشتركوا في القناة